بسهل الخير اليوم انا عاوز اتكلم عن موضوع سريع جدا انما مهم جدا وبقاله مدة بيقلقني لان بشوف ناس ناموا في مصر خرجوا من مصر و نقمين على مصر ايا كان وجهة نظرك من الحكومة هذا لا يعني انك تكون ناقم على مصر و انا كمصري دائما ما افتخر بانني من مصر لعدة اسباب اولا اولا كوني من مصر عمري ما انكرت ان انا من مصر يعني اي حد بيسألني انت منين بجاوبه على طول انا من مصر لا بقول انا ايطالي زي ناس كتيرة يعني انا فاكر مرة واحد كان شكله مصري جدا وحتى لهجته بالانجليزي لهجة صعبة جدا لان البي عنده ما بينطقهاش كويس نطقه بعدين بيقول لي عنة ايطالي ام ايطاليان طيب فقدت له بارلا ايطاليانا قال لي وي بارلا طيب بارلا دي ينمع وي دخل فرنساوي على فكلمة بارلا فقدت له خلاص فمن ينكر انه من مصر او من يدعي انه من بلد تانية ليه؟ احنا مصر تعتبر من الدول اللي هي الأشهر في العالم يعني تسعة وتسعين في المية من الناس لما تقول لهم انا من مصر عارفين ايه مصر جار دول تانية يعني في دول ممكن لما تقول لواحد امريكاني ولا واحد على اسم دولة ممكن ما يعرفش اذا كانت في امريكا اللاتينية او ممكن امريكا ما سمع عنها وفي دول بتطلع كل سنة يعني مرة كنت اريد احصائي ان كل سنة في دول بتتقسم على الاقل في خمس دول جديدة بتطلع يمكن مؤخرا ما بقاش في انها مقعدن يمكن ال 20 سنة اللي فاتوا كان كل سنة بتطلع دولة جديدة انها بتنقسم الا مصر مصر هي دولة من عمرها معروفة بتاريخها بحضرتها بكله ف لما انا اول ما جيت امريكا يمكن ذكرتها مرة قبل كده وكنت في دخلت الجامعة كان فيه غرب كتير لان ايامها كان فيه بوسنويين مشكلة البوسنة والهارسك كان فيه جايين من روسيا كان ايامها تقسيم الاتحاد السوفيتي والانفصال فاللي جاي من روسيا نفسها راشا نفسها او من البلاد الاخرى اللي حوالين روسيا كانش حد فيه مجارف انجليزي خالص فانا حسيت ان انا في نعمة اني جاي من بلد كان فيها مدارس يعني غير حتى المدارس الحكومية بتدي لغات في مصر ان فيها مدارس بتعلم لغات اجنبية فده كان شيء انا كنت بعتبره قيمة وحمدت ربنا ان انا من مصر من هذه اللحظة اني عرفت قيمة مصر فمن يشتم مصر من ليه؟ وليه الناس دايما منتظرة ان المهاجر يكون يعني اللي عاوز يدخل على فيديو بتاع واحد عايش برا عاوز يسمع انه عمال يقول شعر في الدولة اللي هو عايش فيها وفي نفس الوقت يشتم في مصر ليه؟ مش معنى انه هو هاجر يبقى انه هو بيكره البلد بالعكس ساعات الواحد بعد ما بيهاجر بيحبها اكتر وهو عايش فيها كان بيحبها فيا ريتنا غير هذا التفكير ويا ريتنا من دائما مستمر في شتم مصر او انه هو عاوز يعاير الناس ولا كده يبطل شوية ونهدأ مصر دولة عظيمة وستبقى دولة عظيمة ومصر هي أقدم حضارة هي دولة لها تاريخ ولها حاضر مش تاريخ فقط ولا حاضر فقط فيا ريت نبقى نفهم ونعرف قيمة مصر ونقدرها ونحب مصر كما يجب ونشوفكم على خير مصر